موسيقى من اكتر الحاجات المميزة في احتفالات عيد الميلاد وقصة الميلاد هي تجسد الله الكلمة صار جسدا وحلى بيننا ويمكن تكون سمعت الاية دي كتير جدا من وانت صغير فتعودت عليها بس هي مش اي عادية مفهوم التجسد ده مفهوم غير عادي مفهوم رهيب انه الله يتجسد ويمشي ما بيننا يمشي حوالينا ويتكلم باللغة بتاعتنا مش يتكلم باللغة بتاعته اللي احنا مش فاهمينها لا هو عاوز يتواصل معانا لانه هو بيحبني وبيحبك وبيحبك في التجسد مثلا بنشوف انه هو كان بيمشي وسط الناس بيكلمهم بالامثلة اللي هم بيفهموها وانزروا الى طيور السماء كان يكلمهم عن حاجات هم فاهمينها كويس اوي من اغرب الحاجات ان اول معجزة يسوع المسيح يعملها تبقى فرح وتبقى الحاجة يمكن انا وانت حسنها بسيطة جدا ان المشروبات خلصت بس عندي يسوع ادي حاجة كبيرة حتى لو الطلبة تحسها ان هي مش مهمة اوي بس عنده هي مهمة هو عاوز يتكلم باللغة بتاعتنا عشان عاوز يوصل لك محبة الله بس لو انتو واخدين بالكو في الحلقات دي احنا مش بس بنتكلم ان يسوع عمل ايه انه بصراحة احنا بنتكلم هو بيعلمنا احنا نعمل ايه في حياتنا تجسد المسيح وحياته على الارض الثلاثة وتلاتين سنة بتعلمنا دروس علشان احنا نعملها زيه انه هو يصير مثال لنا في التجسد انه الله يتجسد ويتكلم بلغتنا ده اكبر درس لنا ان احنا نتكلم مع بعض ونفهم بعض ونحاول ان احنا نتفهم ايه المشاكل اللي احنا بنتكلم عليها مثلا واحدة من اروع الامثلة التطبيقية على الموضوع ده في اعمال الرسل اتنين ان في يوم الخمسين التلاميذ الرسل ابتدوا يتكلموا بعضاء ما الله بس بقلسانة مختلفة فالناس اللي جايين من مصر سمعوهم باللسان المصري الناس اللي جايين من سوريا سمعوهم باللسان السوري الناس اللي جايين من روما سمعوهم باللسان اللي بيتكلموا فيه في روما والناس قالوا كده قالوا ان احنا بنسمع ان الناس دي بيتكلموا بعضاء ما الله بس بقلسانتنا بيتكلموا عن ربنا بيوصفوا ربنا بس بيتكلموا باللسان بتاعنا دول فهمنا دول قريبين مننا النهار ده الدرس ليه يا وليك وليكي هل إحنا فاهمين بعض هل إحنا بنتكلم بلغة بعض هل إنت لما بتيجي بتوصل لربنا للناس أنت بتتكلم بلغة الناس مش إن إنت تساوم في الحق مش حنغير في مين هو ربنا مش حنغير في مين هو يسوع المسيح مش حنغير في مفهوم الفداء بس أنت عارف مشاكل الناس هل إنت بتبزل مجهود عشان فعلا تتجسد وسط الناس فتفهم مشاكل ابنك تفهم مشاكل الشباب تفهم لغة الشباب تفهم مشاكل مراتك النساء بيعدوا بإيه البنات بيعدوا بإيه في مصر فتقدر تفهم هو مشاكلهم الأساسية فين فتعرف تتكلم بلغتهم تعرف تتكلم بلغة واحد محروم من حاجة معينة يمكن أنت ما تحرمتش منها فمش حاسس هو تحرم من إيه هل إحنا فعلا بنتفهم بعض ولا لأ من أكبر المشاكل اللي أنا بشوفها بتحصل وسط الناس إن لأنا فاهم أنت بتكلمني بتقول إيه ولا أنت فاهم أنا بتكلم بقول إيه وصلاتي ليك النهاردة وليكي والكل حد فينا إن إحنا نعرف نعمل زي المسيح نتجسد فكل واحد يفهم التاني ويتكلم لغة التاني من أكبر الحاجات الوحشة إن إحنا تتبلبل ألسنتنا فما نعرفش نفهم بعض ولا نتكلم لغة ببعض بس في اسمي يسوع نفهم بعض ونتكلم بلغة ببعض فأنا بحض قدامك تحدي لو أنت عاوز تقرب من ابنك وتتكلم معه بنفس اللغة اسمع الحاجة النهاردة اسمع الحاجة اللي ابنك بيسمعها وجرب تفهمها وجرب تتناقش معاه فيها لو أنت عندك علاقة بباباك مثلا ومش قادر تفهم بباك خالص جرب تعيش العيشة اللي هو بيعيشها اقرأ كتاب عن سمات السن دوت جرب تسمع معاه حاجة جرب أنت وهو تحضره حاجة مع بعض خد التحدي دليك النهاردة أو بكرة روح لحد مختلف عنك حد أنت حسه بعيد جدا عنك في أفكارك وحاول تسمع له حاجة هو بيقولها وفكر فيها روبنا مايك